أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بأن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يونيو وحتى الاثنين الموافق الثالث من يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأطحى المبارك وذكرى ثورة الثلاثين من يونيو وتسر الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة